قدمت آيس كريم في جلم ونجح لأنه عبر عن مشاعر جيل بأكمله أنت كنت منهم الزبط اليوم وأنت المشاهد والمراقب لجيل جديد الجيل الحالي الذي هو منساق أو متعود أكثر على عالم السوشيال ميديا ما هو السيناريو الذي يخطر في بالك لكتابتي؟ أنا يعني أعزوه بالله من يقولت أنا أنا متابعة طول الوقت ليه ما يحدث وأنا متفرج على الحاجات اللي طلعت في أمريكا مبارح مش عمري ما انفصلت عن هذه الأجيال وأولادي من هذا الجيل فأنا متابعهم ووجهت نظري أن كل جيل له مبدعينه وما ننفعش نقول إحنا بس الوطنيين وإحنا بس المبدعين وإحنا بس اللي بنفهم هم عندهم طرق التعبير عن نفسهم وأنا بحترم جدا جدا واحد مثلا زي وجز اللي بيعمل ملايين المشاهدات زي ما بحترم عبر دياب وبحترم أمو كتسومة ومحترم عبد الحليم علينا أن نعطي للأجيال الجديدة الفرصة لأنها تعبر عن نفسها لأنهم ليسوا أقل منا فهما ولا بالعكس يمكن وسائل الاتصال مختلفة لكن في الأول وفي الآخر لازم نشجعهم وهذا ما يسمى تواصل الأجيال يجب ألا نفرد أنفسنا حراسا على الفن ولا حراسا على الوطنية ولا حراسا على أجيال لكن نمدي إيد المساعدة ونتواصل عشان نفهمنا ونفهمهم لأن دول الشباب الصغار ده هو اللي حيحكم العالم العربي فيما بعد وإنما عالم السوشيل ميديا وإنخراط الجيل الجديد وراء عالم السوشيل ميديا أثر على الفن كذلك بشكل إيجابي وبشكل سلبي زي كل شيء التلفزيون لما طلع كان فيه أثار سلبية وأثار إيجابية وكل حاجة فيها الأثار السلبية والأثار الاجتماعية عندما نقرن للأشياء أي شيء بطلع جديد بحصل حالة فوضى ثم بطبيعة الإنسان الفطرية النبيلة هو بينظم نفسه مع الأشياء النبيلة والحق والجيدة فكل اللي بحصل ده حيتنظم ولن يبقى ولن ينجح إلا الجيد بالفعل ما هو تأثير المنصات على صناعة السينما والدراما برأيك؟ يمكن أنا من أوائل الناس اللي قلت أن التليفون المحمول سوف يحل محل التليفزيونات والسينمات وده جزء من السؤال اللي حديك سألته لي على السوشيل ميديا الإقاع اللي تخلق في العالم كله عند رئيس سوشيل ميديا والشباب الصغير والدراسات اللي اتعملت كلها أثبتت أن الشكل التقليدي للسينما إن أنا أنزل وروح وأخش السينما الشكل ده بعد شوية حينماحي وحيتبقى إن أنا بتفرج على ما مسميه هوم سينما أو هوم فياتر أنا بتفرج عليه ببيتي أو على تليفوني علشان كده المنصات كلها طلعت ومنها واتشت طلعت علشان الناس هو ده بقى الاتجاه العادي اللي الناس بتمشي فيه السينما كصناعة مش كدور عرض هتظل موجودة بل على العكس يمكن المنصات الكثيرة المنتشرة بتديني مجال أكتر في حرية الطرح حرية الفكر أنا عايزة أقول إيه ممكن أقوله يمكن أكيف أقوله في سينما عادية لكن المنصات بتديني لأن أنا عندي اتجينج الريت 18 و 16 فده بيسمح لي بإن أنا أطرح الموضوعات اللي أنا عايزة بيسمح بتعدد المنصات تعدد المنافسة لأن أنا أستطيع إن أنا عندي منصات كتيرة كمبدع أقدر أروح لده وأروح لده وأروح لده وأروح لده فبقى عندي حرية في التلقي عشان جدا تلاقي مخرجين كبار جدا جدا زي مارتن سكورسيزي وكوبولا دول ابتدوا يشتغلوا على منصات ده كان الأول ما كانش بحصل كان الموقر بتاع السينما ما بحارتش يغير في السينما بس إذا للمنصات الشكل التقليدي اللي احنا تربينا عليه نحنا ننزل ونروح سينما موجود مازال لكن حيتقلص لصالح المنصة أو لصالح السمارت فون أو لصالح لصالح ده له فوائد ولو مميزات ولو أيضا عيوب لأن متعة أن أنت تلمي العيلة وتروح بتفرجي المتعة المشاهدة والاجتماع أصبح كل إنسان لوحده بتفرج على تليفونه لكن هو ده التطور الطبيعي اللي نأمل أن احنا نستفيد منه في التكنولوجيا وفي طرح موضوعات أكثر جرأة على مستوى العالم لذلك دائما وأبدا نقوله بأن التكنولوجيا هي سلاح ذو حدين ففي نفس الوقت كما تحدثت سبق وذكرت الجانب الإيجابي فيها هناك جوانب سلمية وأنا عملت ده على فكرة في المسرحية اللي احنا بنتكلم بصددها كل حاجة سلاح ذو حدين ويشوفه سنة غندي لما قابل شارل شابلين قال له هذا عصر الآلة التي سوف تتغلب على الإنسان فصنع فيلمه العظيم العصور الحديثة كيف سوف تحول الإنسان إلى قالب جوه آلة بتلف به تخالي ده سنة في العشرينات من القرن الماضي فدلوقتي بعد التطور هيحصل إيه لكن في الأول وفي الأخر لن نستغني عن الآلة وأيضا لن نستغني عن الإنسان وأعتقد أن ده حتى مع الذكاء الاصطناعي اللي هما بيقولوه مازال العقل البشري هو القادر على تحريك كل شيء واختراع كل شيء اشتركوا في القناة